خليني هاستأذنكم ان احنا نسمع مقتطف من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي واللي كان بيلقي فيها النهاردة بيان الحكومة امام مجلس النواب المصري بمقر البرلمان بالعاصمة الادارية الجديدة وطبعا بحضور كامل تشكيل الحكومة اللي قدت اليمين الدستورية امام فخامة الرئيس نسمع المقتطف وهنرجع نكمل الكلام يمكن القول بحق ان هذه الحكومة الجديدة هي حكومة التحديات ولذلك تضع الحكومة صوب اعينها خلال المرحلة القمقبلة تكليف السيد رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الاهداف على رأسها قضايا الامن القومي وبناء الانسان المصري والارتفاعي بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة ومواصلة مصاري الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية وبزل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق وذلك في إطار تطويرٍ شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات وسوف تعمل الحكومة على إكمال المسيرة في إطار هذه التوجيهات وفي إطار وعيها بالتحديات الكبرى وتساعد بكل ما تملك في تخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام وتعمل على معالجتها بقوةٍ وحزن والعمل على فتح صفحةٍ جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التي تقدم خدماتٍ لهم وسوف تعمل الحكومة جاهدةً على خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة